طيب كلمني على دور الدولة في الفلترة أنا النهاردة كحكومة أقدر أدخل على حاجة اسمها إيه؟ عشان أمنع لعبة الحوت الأزرق أو الخامسة وعشرين لعبة موت زي ما قرأت؟ هل ده ينفع تكنولوجيا؟ لا منفعش طبعاً وأي حد بينادي بالحجب أنا بقول لهم على الهواء هوت وكونوا طبعاً في البرلمان ومع الناس اللي بتتكلم في القوانين بتاعت التكنولوجيا والكلام ده أنا بقول لهم على الهواء هوت إنسى موضوع الحجب في قرن 21 أرجوك فكر إزاي نعلم الناس توماس فريدمان المنادي بالعولمة هو نفسه قال إن الإنترنت ممكن في لحظة من اللحظات يصبح الوسيلة الأهم لكونوا أكثر وسيلة للتعلم وفي نفس الوقت ممكن يبقى الوسيلة التي تحولنا جميعاً إلى مجموعة من الحمقة فالقصة كلها تعليم مش القصة إن أنا أحجب ومنع إن أنا أعمل توعية دور الدولة بقى تاني لحضرتك بدل ما الدولة مثلاً أنت تفكر إزاي أحجب وأصرف فلوس كتير قوي وفي النهاية يجي واحد ببرنامج ببلاش أو برنامج ببلوش لازم يعدي الحجب ده من ناحية تانية فالباب أولى إن أنا أصرف الفلوس دي في حمل التوعية بمخاطر والحجب بيتكلف كتير أه طبعاً مال إيه أجهزة وإكوابمنت وصفتوير وقصص ومعدات عشاناً حاجة بسيط لا لا طبعاً مضا مش بسيط طبعاً مكلف جداً يعني فبدل ما نصرف الفلوس دي أوجهها في توعية أعمل مناهج للطلبة في المدارس طب إحنا عندنا في المدرسة على سبيل المثال في مصر هل لدينا في المدارس في مصر مناهج لما يسمى الانفورميشن لترسي أو اللي بيسموها باللغة العربية كيفية التعامل مع المعلومات في الفترة اللي احنا فيها دي الطفل إزاي يتعامل مع المعلومة احنا عمين نعاني الوقات من الشائعات اللي موجودة على السوشال ميديا والكلام ده حد علم الطفل إزاي بعنده عقل نقدي ويعرف إذا كانت المعلومة دي صحة والغلط أتأكد من المعلومة دي صحة والغلط إزاي إذا كاننا في المدارسة بوليش عمل إزاي بس بنوجها المين حل التعليم والمدرس اللي حلو بائس وبدور على الدرس الخصوصي ولا للأسرة الأب بفيها منهك وراء الرقم ما هي مسئولية مشتركة أستاذنا هي مسئولية مشتركة الدولة عليها مسئولية الدولة ممثلة في الوزارة خاصة بوزارة تربية التعليم وزارة التعليم العالي ووزارات يعني الدولة ممثلة في الجهات الخاصة بالدولة والأسرة عليها دور ما نقدرش نقول أن الدور ده دور الأسرة بس أو دور الدولة بس عشان نمقش يعني نظلم حد يعني في النهاية هي مسئولية مشتركة المسائل المشتركة كلنا نساهم فيها احنا في النهاية بنبني طفل هو رجل المستقبل اذا احنا تعاملنا مع الوضع كأننا مثلا بنقدم له واجبة يا كلها وخلاص وانتهت القصة منفعش في قرن 21 الكلام ده